الدلس الأول في الوحدة الجديدة هو Exponential Function أو الدوال الأسية في هذا الرسم استعرض ليدالتين الأولى خطية والثانية أسية طبعا المجال أو الدومين للدالة الأسية هو جميع الأعداد الحقيقية أما الرينج أي الواي واي أكبر تماما من الصفر طبعا هذا في حالة كان موجب أما إذا كان سالب سيكون رسم للأسفل فيكون وي أقل من الصفر طبعا سنوضحها في الأمثلة القادمة ومن الأساسيات في الدوالة الأسية أنها تزداد بنسبة ثابتة أي إذا قمنا بقسمة الحد الثاني على الأول ستكون دائما نسبة ثابتة كلما قمنا بالقسمة مثل هذا المثال إذا أردنا أن تأكد هل هي دالة نسبية لاحظوا 80 على المائة و64 على ثمانين 51.2 على 64 وأيضا 40.96 على 51.2 ستجد دائما أنه نفس النتج هذا معنى أنها نسبة ثابتة دائما كل حد يضرب بهذه النسبة وطبعا هي دالة نعم أسية لكنها دالة متناقصة طبعا النسبة هي 4 على 5 فإذا بالفعل هي تعرض دالة أسية الدولة الأسية دائما لدينا أساس الدالة وهو العدد B إذا كان العدد B أكبر من 1 فهي دالة نمو وغروث إذا كانت بين الصفر والواحد مثل نصف وهكذا فهي دالة تناقص وتكون رسمها بهذه الطريقة كلما يزداد الـ X تقترب الـ Y من الصفر في جميع الحالات الدومين هو جميع العداد الحقيقية الـ Intercept التقاطع بالعادة هو يكون العدد واحد لكن في بعض الحالات خصوصا في الدرس الثاني الدالة سنقوم بإزاحاتها للأعلى لليمين للأسفل يسمى Shift مثل هذه الرسمة هذه دالة أسية مثلا 5X لكن ناقص 2 فالدالة تحركت إلى الأسفل فمن الممكن الـ Intercept يتغير أي التقاطع مع الـ Y الـ Behavior أو السلوك الطرفي كلما ازدادت الـ X تزداد الـ Y طبعا هذه في حالة دالة النمو أما هنا كلما تزداد الـ X تتناقص الـ Y فأعطاني هذه الدالة وبما أن الأساس 3 أكبر من العدد واحد فهي دالة نمو Growth بهذه الطريقة تقريباً الرسم البياني أو لنصححها بهذه الطريقة الدومين لأي دالة أسية هو جميع العداد الحقيقية بالنسبة لـ Range بما أنها ذالة متزايدة وطبعاً لا يوجد لدينا Shift إلى الأعلى أو الأسفل لا يوجد زائد 5 زائد 3 فتكون Y أكبر تماماً من الصفر أراد مني أيضاً الـ Intercept التقاطع مع المحور Y طبعاً 3 الصفر هو التقاطع استبدال الـ X بصفر ناتج واحد وهي دائماً عند العدد واحد إلا كما ذكرنا إذا كان هناك بعض التحويلات وطلب مني الـ Behavior تقترب من الصفر لا تساوي الصفر تقترب من الصفر في هذه الأمثلة نريد التأكد هل هذه الدوال هي دوال أسية قم بقسمة كل حد من الـ Y على الحد الذي يسبقهم فمثلاً 9 على 12 12 على 15 15 على 18 طبعاً هو كان إذا أردنا إيجاد النسبة لطلب مني إيجاد النسبة يجب أن أقوم بالعكس لكن أنا هنا أردت فقط التأكد هل هي متساوية 3 على 4 على تساوي 4 على 5 فإذا هذه ليست دالة Exponential هي لا تعرض هذه القيم من الدالة ليست للدالة أسية في السؤال الثاني فقط أريد التأكد هل النسب ثابت بما أن في البداية X يزداد بنفس الطريقة 5 5 5 فنقوم بالقسمة 20 على 10 10 على 5 5 على 2 ونصف بهذه الطريقة أنا أثبت أنها متساوية يساوي 2 لكن هذه ليست النسبة لإيجاد النسبة بين قيم الـ Y يجب أن أقوم بالقسمة بالعكس ليس الكبير من اليمين إلى اليسار أي 10 على 20 25 على 20 فتكون النسبة 1 على 2 وطبعا بشرط أن يكون الـ X يزداد بقيمة 1 هنا الـ X يزداد بقيمة ثابتة 4 لكن عندما نقوم بالقسمة أنا أثبت أنها النسبة ثابتة لكن هي ليست الاساس لا أستطيع كتابة 5 أو 2 أو X أو 5 أو X أو هكذا فالآن اقسم 40 على 20 و80 على 40 160 على 80 ستجد أنها نفس النتج طبعا قبل أن تبدأ بالقسمة تأكد هل الـ x تزداد بنفس القيمة دائما كانت تزداد 4 هنا النسبة هي 2 فهي بالفعل هي الدالة السية وهذا المثال باختصار أعطاني دالة السية ويساوي 1000 في 2 أس 0.3x في البداية طبعا أراد مني إيجاد الدومين الـ range الـ intercept وهكذا وهذه المعطيات نبدأ بالدومين الدومين لأي دالة السية هو all real number لكن طبعا هذا هو القسم c وفي القسم c طلب مني تعريف الدومين في هذا السؤال الـ x هي all real number لكل الدواء الأسية لكن الـ x في هذا المثال هي أيام والأيام ليست سالبة لا يوجد أيام negative فهنا الـ x تكون أكبر أو تساوي الصفر في اليوم الصفر يعني البداية لكن لا يوجد يوم سالب واحد وبالنسبة للـ range الـ range أو الـ y هو y أكبر من الصفر طبعا أكبر من الصفر لأن الـ x تكون عند السالب ما لا نهاية لكن هنا الـ x ستبدأ من الصفر أي ستبدأ من الـ intercept للـ y من تقاطع المحور y والتقاطع سيكون عند العدد 1000 طبعا هذا العدد المضغوب بالدالة الأسية وهو 1000 هو نقطة التقاطع دائما فالمثال أو الدالة ستكون هي دالة أسية دالة متزايدة لأن العدد 2 أكبر من الـ 1 لكن القسم السالب لا يهمني لأن لا يوجد لديك x أو أيام سالبة فالرسمة تبدأ من عند التقاطع وهذه هي نقطة التقاطع عندها العدد 1000 من الممكن رسم الدالة الأسية كاملة لكن بعد ذلك القسم الذي في اليسار يحذف هذه العداد ستبدأ من الـ 1000 ثم تتزايد أما هذا القسم يحذف لأنه لا يوجد أيام سالبة لكن كما ذكرت الدومين والرنج الأساسي في الدالة الأسية الـ x ينتمي إلى الـ r أي إلى الـ real number والـ y أكبر تماما من العدد صفر لأن الخط أو الرسم البياني يقترب منه ويسمى هذا خط التقارب في المثال السابع المثال السابع أيضا بطريقة مشابهة طبعا هو وصف لي في المثال السابع تستطيع القراءة هذه الدالة لكن هو أعطانيها بإختصار the function y يساوي 50 في نصف x على 8.2% كما ذكرت الدومين الـ x ينتمي إلى r وال-y أكبر من الصفر ونريد الـ intercept الـ intercept في العادة يكون عند العدد واحد لكن في هذا المثال عند العدد 50 دائما العدد المضروب بالدالة الأسية هو الـ intercept نريد الآن في هذا المثال ما هي الـ x؟ الـ x هي أيضا أيام ولا توجد أيام سالبة فالـ x أو الـ domain لهذا المثال بالتحديد يكون x أكبر أو يساوي الصفر أو يساوي لأنه من الممكن أن نبدأ بالعدد صفر طبعا العدد صفر هو بداية المثال ويكون القيمة 50 والـ range طبعا أنا هنا كتبت y أكبر أو يساوي 50 لكن هي خاطئة لماذا خاطئة؟ الآن لو استخدمنا رسم النصف أقال من الواحد فهذه دالة تضال بهذه الطريقة ترسم فالدالة هي من الـ 50 لأنني سأبدأ من الـ x الصفر من الـ 50 إلى الصفر فـ y أكبر من الصفر وأقل أو يساوي الـ 50 طبعا فقط الجزء الذي باليمين هو الرسم البياني لهذه الدالة في هذا السؤال أيضا أتمنى قراءة النص الـ x هي السنوات فيريد مني العدد بعد خمسة سنوات فهنا استبدل قيمة الـ x وهو يريد مني قيمة مالية استبدل قيمة الـ x بالخمسة فـ 4000 في صفر بون سبعة وثمانين أس خمسة استخدم الآلة الحاسبة في مثل هذه الأعداد ستجد بعد التقريب لأنه أراد مني التقريب 1994 بالنسبة للأسئلة التالية طلب مني رسم وتحديد أيضا الـ domain range كما ذكرت الـ domain أي الـ x لكل الدواء الأسية هو فلذلك سأختصر هنا الـ domain ينتمي إلى x أو هو x حيث x ينتمي إلى أو هو جميع الأعداد الحقيقية من سالب إلى موجب ما لا نهاية بالنسبة للـ range أي الـ y إذا كانت موجبة الـ y أكبر تماما من صفر مثل السؤال التاسع السؤال العاشر وي أكبر من صفر السؤال الحادى عشر سالبة فالدالة معكوسة فتكون y أقل من صفر الرسم البياني لها باختصاص سيكون للأسفل السؤال 12 أيضا سالبة وي أقل من صفر السؤال 13 موجبة وي أكبر من صفر السؤال الرابع عشر انتبه 4 أو 6 وي أكبر من صفر لكن هذه الدالة زائد ثلاث أي إزاحة إلى الأعلى ثلاث وحدات ف-y أكبر من ثلاث هنا يكون الرينج لهذه الدالة الآن سأقوم بإيجاد أو خط التقارب هذه الدالة عندما تزداد إلى المالة نهاية الـ y تقترب من الصفر لأن هذا التضار أو تناقص ف-y يساوي الصفر هو خط التقارب سؤال 10 أيضا وسؤال 11 أيضا تقترب من الصفر خط تقارب لها أما سؤال 14 بما أن لديها إزاحة ف-y يساوي ثلاث الـ intercept التقاطع مع المحور y كما ذكرت إما عوض قيمة x0 أو هي العدد المضروب بالدالة الأسية فمثلا في السؤال التاسع y يساوي 2 هذه نقطة التقاطع مع المحور y إذا استبدلنا 2 في 1 على 6 سيكون الناتج 2 هنا العدد 1 لاحظوا 1 ضرب 1 على 12 في السؤال 11 سالب 3 نقطة التقاطع مع المحور y سيكون سالب 3 في السؤال 11 الرسم يكون للأسفل بهذه الطريقة تتناقص للأسفل سؤال 12 y يساوي سالب 4 نقطة التقاطع 13-3 سؤال 4 أو 14 هنا مضرب بالعدد 1 فمن المنطقة أنها عند العدد 1 لكن الدالة يزيحت إلى الأعلى 3 وحدات فنقطة التقاطع ستكون عند العدد 4 ليس عند الدالة 3 أو عند العدد 1 الرسم سأقوم برسم باختصار الأولى دالة التناقص سؤال 9 فمن اليمين تتجه إلى الأسفل لأن الواحد على 6 أقل من 1 هنا أيضا دالة التناقص والتقاطع عند العدد 1 الأولى كان عند العدد 2 هنا تتقاطع عند العدد سالب 3 وهي أيضا دالة متناقصة لأنها ضربت بسالب سالب 3 في العدد 9 أو 6 فترسم من جهة اليسار إلى الأسفل كلما تتجه الـ x إلى اليمين الـ y تتجه إلى السالب ما لا نهاية طبعا هذا الرسم إذا أردت أخذ هذه الرسمات بشكل أدق سأنتقل إلى سؤال 14 عندما يكون لدينا إزاحة قم برسم محور بياني جديد عند العدد عند العدد 3 وأعد الرسم البياني للدالة الأسية هي الدالة الأسية متزايدة بهذه الطريقة يكون الرسم البياني وهنا كما ذكرنا هو العدد 4 في هذه المسألة الكلامية وهو أعطاني الدالة What is the atmosphere أراد مني الضغط الغلاف الجوي عند مستوى سطح البحر عند مستوى سطح البحر الـ x سوي 0 الارتفاع هو 0 فعوض الصفر في هذه الدالة طبعا إذا عوضنا الصفر سنقوم بإيجاد نقطة التقاطع مع المحور y ونقطة التقاطع واضحة هي 1038 طبعا هذه الدالة متناقصة لأنها سالب x أما في السؤال b أراد مني أيضا الضغط لكن عند ارتفاع 2000 استبدل قيمة x ب2000 أو 1038 في 1.134 جزء من المليون السالب 2000 لأن هناك إشارة سالب يكون الضغط 793 طبعا كلما يزداد الارتفاع يقل الضغط لذلك هي دالة متناقصة وهذا هو كان السؤال c قم بوصف الضغط إذا الارتفاع ازداد طبعا تتناقص كلما يرتفع أو تزداد الارتفاع يتناقص الضغط سننتقل لسؤال 17 أعطاني فقط نقطتان طلب مني كتابة الـ x-monential function كتابة دالة أسية النقطة الأولى واضحة صفة الثلاث فهذه هي نقطة التقاطع لأن التقاطع المحوى يكون الـ x صفة دائما في أي دالة الدالة هي من صيغة y يساوي a في p x الآن نقطة التقاطع هي تتقاطع عند العدد الثلاث أما الـ b لإيجاد الـ b نقوم بقسمة y y2 على y1 طبعا هنا x1 فهي ازدادت بمعدل واحد ف6 على 3 يساوي 2 وللتأكد 3 في 2 1 يساوي 6 بالفعل النقطة صحيحة و3 في 2 0 يساوي 3 نقطة صحيحة